سألتك مين الثلاث فرق اللي انت حشى ما هيساعده من الثلاث مجموعات مين؟ جونة جونة زد بلدت المحل بلدت المحل كابتن واقل وطبعا انا بس خايف اقولك جونة بتوع لفينة يزعلهم منها لا انت بتقول توقعك واقريتك اه لا هي بص كابتن اصحوا اقريتك دي جاي منين كمان؟ ايو لا من المباراتين اللي فضلين بصدر بص كابتن كريم لفينة فقد الصعود من مبارات شبان انا شبان انا دي من الفرق الصعبة زي ما ايهاب يقول لحضرك يمكن انا كنت مسؤول عن فرق استرم كومباني في سنة الصعود طبعا واتغلبنا من شبان انا وكان هيضيع برضو من انا الصعود في الملعب ده كابتن ملعب صعب جدا كابتن كريم فاعتقد ان لفينة خلاص الامل او ان هو يصعد كان لازم يكسب شبان انا في ملعب انا فالجونة خلاص بيبو مش هيفرد في الفرصة فاعتقد ان الجونة بنسبة يعني 90% صعود للدور الممتاز زد اعتقد خلاص بنسبة كبيرة برضو حاسم اه ممكن اه 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 لسه يعني لسه بس البلدية بقديها زي ما اقول لحضرك يكسب المطشين عنده المباراة الجاية لمصر بيستلوهم عنده دي كيرنس لو قدر يكسبهم اعتقد خلاص صعد للدور المتاز وكان احمد عبرهوف حقق انجاز تاريخي بالنسبة له لكن برضو انت عايز برضو ادي اتنين مداربين حققهما كابتن كريم كابتن عصام شعبان في شبين يعني بص كابتن كريم مفيش حد كان يتخيل اه شبين اسم كبير جدا لكن عصام شعبان بامكانيات مادية قليلة جدا كابتن ان هو تواجد اهاب في المركز ده انجاز كبير جدا وعندنا طبعا يعني مدير فني الانجازات اللي هو يعني اعتبر كابتن ايمال مزين ده يعني انا مسميه الاخطابوط الكرة المصرية يعني اعتقد برضو عامل انجاز مع ابو اير لكن هي بصراحة الخمسة عملوا موسم ولا ارواع وطنطا يستحق برضو وكابتن عامر انور بصراحة عمل موسم برضو جامد جدا طنطا كمان واجه مشاكل مادية كبيرة جدا وكابتن عامر قدر يتعامل جوه وبره كوي فدي تفرق يعني اصراره ويعني برضو تحمل وامكانات مادية برضو اهاب ضعيفة في طنطا خلي بالك كابتن كريم بالنسبة الاندية اللي هي بتنافس يعني الراجل برضو كان ترخيره طيب كابتن اهاب لو سألتك مين افضل مدير فني في المرحلة دي دلوقتي حالان في الموسم ده لا يعني انا قلت لحالاتك يمكن انا بشوف انا بشوف كابتن مجد عبدالعاطم كابتن مجد عبدالعاطم كابتن واقل وكابتن واقل اول بسألو على اختهارات ويبدأ يفكر من اللي هيزع لا اللي بصراحة كلهم عارفة كابتن عاملين مجهود فعارف اللي مش هيصعد ما قدرش اقول انه هو ما نجحش مع فريقه مين بقى في رأيك يعني كان كويس في المجمل اعماله على مدار الموسم هو طبعا يعني مجد عبدالعاطم في مجموعة القاهرة طبعا ماشي بشكل كويس جدا بيبو في مجموعة الصعيد ماشي كويس يمكن الموسم ده لو صعد مع الجونة هيبقى النجمة التانية بالنسباله لانصعد مع اسوان في مجموعة بحراء كابتن كريم خمس مدربين والله كلهم محترمين جدا وفي القاهرة خمس مدربين تقال جدا لكن هي ممكن عارف الكرة القدم اللي بيعمل انجاز لا انجاز وفعلا في بعض التوفيق التوفيق مهم جدا في قرط القدر ففي بعض التوفيق مع فرق ومديرين فانين وبيتخلى عن بعض الفرق هسألك سؤال اللطيف تاني لو تقتالي تلات لعبين في الدور الممتاز به يلعبوا اهلي وزمالك عادي يلعبوا اهلي وزمالك؟ شبتولي في لعيبة تحت جامدين جدا يلعبوا دور وممتاز بس ملاقوش اهلي وزمالك دور يلعبوا ممتاز بس ما شفتش لعيب تقول لا يلعبوا يلعبوا في دور وممتاز دور وممتاز ألف وممتاز بكتير جدا لعيبة كتير جدا جدا يعني بس مفيش واحد مثل انتو شفتو قلت لا دا جامد جدا جماعة دا مش دا المفهود يطلع بسرعة فوق لا يلعب دور وممتاز يلعب فيه لعيبة تقدر يعني تلعب وتؤدي بشكل كواس جدا في الدور وممتاز دور طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة